مساء الخير للجميع ستحدث عن ما حدث اليوم في المدرسة الشاملة ألف في المغار كان هناك هذه الحقائق كان هناك عتاب بين صديقين وأحدهما رفع صوته كان هناك فرصة الطلاب كانوا خارج الصفوف فهرع بعضهم وحدث شجار لدقيقة أو دقيقتين وانتهى الأمر عند هذا الحد أصيب هناك إصابات طفيفة لشخصين أو ثلاث أشخاص هي إصابات طفيفة ليس هناك أي إصابات لا لمعلمين ولا لمربين يعني هناك مبالغات وافتراءات كبيرة جدا كما يبدو من أجل زرع الفتنة في المغار الحادث مؤسف طبعا ولكنه محصور نحن نعمل على احتوائه بالكامل كل ما يشاع كل ما يمنشر وكل ما يعمم في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هي أخبار مبالغ فيها هي افتراءات هي أكاذيب عمليا الأمر مسيطر عليه ونحن دعونا وندعو جميع المواطنين القياديين الدينيين والدنيوين إلى العمل على تهدئة الأوضاع الحديث هو كأنه هناك شخص أبدأ تعاطفه مع حركة حماس وأن الرد الفعل كان الهجوم عليه هي أخبار أحاديث كاذبة غير صحيحة كأنه هناك عتاب بين القالبين فقط وتطورت الأمور خلال دقيقتين إلى شجار انتهى الشجار ووصلت قوات الشرطة تم توقيف عدد من الطلاب ونحن نتابع الموضوع مع الشرطة الأمر وما فيه هو عتاب وشجار وهذا مؤسف طبعا وقع في المدرسة خلال دقائق وكل ما عدا ذلك هو مبالغات متعمدة كما يبدو لا تتعاطوا مع الأخبار غير الموثوقة هناك أخبار كل شخص تحول إلى شبكة إعلام يكتب ما يشاء فلا تتعاطوا مع كل هذه الأنباء الأنباء الحقيقية هي عتاب ثم شجار وانتهى الشجار ونحن نعمل وسنعمل على احتوائه بالكامل ومعالجة ما يتعلق بطلاب الموقفين الناس محتقنة صحيح القلق عام في كل البلاد ولكن يجب أن لا نحول الأمر إلى وكأنه نزاع حول التعاطف مع حركة حماس ورد فعل وإلى آخر من الأمور الأمور تحت السيطرة أهل المغار عقلين نحن مع أهل المغار جميعا بكل أطيافهم سنعمل على احتواء هذا الحادث الموسف ونعيد الأمور إلى نصابها ومرة أخرى أؤكد لا تتعاطوا مع الأنباء المبالغ فيها مع الافتراءات هناك فئات يبدو عن حسنية أو عن نية سيئة يبثون أكاذيب وانبالغات فلا تتعاطوا مع هذه الأنباء سنحتويه الأمور تحت السيطرة وطبعا كل ذلك بمشاركة المدرسة وإدارة المدرسة والقياديين ورجال الدين سنضع حدا لهذه الشائعات ونعيد الأمور إلى نصابها لأهل المغار جميعا ترجمة نانسي قنقر